دفعت الأزمة المالية الإيطاليين إلى التمسك بسياراتهم القديمة لأطول فترة ممكنة وذلك في ذل تراجع قدرتهم على شراء سيارة جديدة وبلغ متوسط عمر السيارة في إيطاليا عشر سنوات ونصف السنة وهو ما يجعل السيارات الإيطالية الأكثر قدما في الاتحاد الأوروبي وارتفع عدد زيارات السيارات إلى مراكز السيانة بنسبة 14% منذ بداية الركود في إيطاليا